هل فكرت يوما في المزج بين هاتفك الذكي والإذاعة وما الذي يمكن أن ينتج من هذا المزيج الغريب النتيجة ستكون كلمة واحدة بودكاست هكذا أصبح سحر الإذاعة رقميا متاحا في أي وقت وكل وقت بأفكار مشحونة بعبقرية الجيل الجديد نهر من الخبرات يسري في مجالات الفن والثقافة والرياضة والصحة والاقتصاد وربما كل المجالات يقدم البودكاست إجابات لأسئلة قد تطرأ في أذهاننا باستخدام أسلوب مبسط وتقديم شحنة كبيرة من المعلومات في كل مجال من خلال ضيف متخصص ولسهولة الفكرة وابتعادها عن قيود الإذاعة والتلفزيون وعلى رأسها عنصر الوقت نجح البودكاست في تقديم ملايين المتخصصين والموهوبين وتبادل الخبرات بين ملايين المتابعين مما أدى إلى نجاح الكثيرين في تقديم حلقات تابعها الملايين فهل يصبح البودكاست منافسا خطيرا للإذاعة؟ سؤال نبحث عن إجابته في التاسعة أهلا بحضراتكم الفترة اللي فاتت لو سألت واحد أنت بتحب تسمع إيه وانت سايق عربيتك أو أنت قاعد على البحر في المصيف أو حتى لو أنت قاعد في المواصلات ومش قادر تمسك تليفونك لأن طبعا أكيد حدا هيبص لك في التليفون هيقول لك إيه بقى؟ هيقول لك أنا بسمع البودكاست الفليني إيه هو البودكاست ده؟ وببساطة شديدة كده عشان نبساطها لمشاهدين هو محتوى برامج زي البرامج الإذاعية بالضبط بتكلم فيه بقى عن الرياضة عن الفن عن الثقافة عن ريادة الأعمال أي محتوى لكنه بيتوفر على منصات البودكاست أو منصات الموسيقى والأغاني وكمان تقدر تشوف نسخة مصورة منه على اليوتيوب يعني تسمع ولو حابب تشوف تشوف ببساطة كده الموضوع هو ده اللي احنا هنتناقش فيه مع ضيفي دلوقتي وممكن كمان نحوله لبودكاست ونزلها كمحتوى صوتي على أي منصة متخصصة يعني احنا هنعمل بودكاست التاسعة أعتقد أن دي فكرة حلوة ولا إيه؟ اسمحولي بس أرحب في بداية الفقرة بضيفي الأستاذ ماجد يحيى مقدم بودكاست ومنتج ومنافذ لعدد من البودكاستات على المنصات الرقمية أهلا بيك أستاذ ماجد أهلا بيك أستاذ يوسف شرف لي أن أكون معاك الله يخليك الشرف لي ده إيه بقى الامتيازات بداية كده على طول إيه الامتيازات اللي بتحققها من البودكاست وإيه موضوع أصلا البودكاست وظهر إمتى حلو خلينا نبدأ هو ظهر إمتى نبدأ من الآخر البودكاست بمنطقة البساطة هو تعريف ده مجنبين بود اللي هو الآيبود لما طلع كان عمل صورة لكاست اللي هو بودكاست الإزاعة خدنا من هنا بود لكاست عشان نطلع البودكاست هو محتوى ديجيتال طلع في 2004 اللي بيميزوا عن الإزاعة إن الإزاعة أنت بس مباشر أنت سمعتها خلاص لحقت البرنامج شكرا ما لحقتوش بقى تستنى الأعادة خلاص دلوقتي أول ما ظهر الآيبود تقدر تحمل البودكاست وتحطه وتسمعه في أي وقت فبقى منتج ديجيتال 100% تسمعه بقى وانت سايق تسمعه في أي وقت أنت اللي بتتحكم في الموضوع ده ومن هنا انطلق البودكاست وبقى في الغرب مقصر الدنيا فيه عندنا جو روجن عامل البودكاست بتاعه بيشوفه ملايين وغيره وهكذا فهو في مصر لسه احنا بناخد خطوات أولى فيه جينا متأخر شوية بس هو في الحقيقة بدأ يبقى ليه أرضية وياسة جدا للجمهور المصر ناس ممكن تخلط ما بينه وما بين الإزاعات الأونلاين ما هو بدايته دخلنا في البودكاست في 2004 لما بدأ يظهر على الإنترنت أول ما بدأ يتحطه على الإنترنت بدأنا نقدر نعمله دونلود بدأنا نقدر نحطه على الأجهزة اللي نقدر نستمع بقى في أي وقت حتى الـ M3 الناس كانت زمان بتحطه على الـ M3 أي جهاز نقدر نسمعه في أي وقت ده اللي فرق الـ DIGITAL بقى في البودكاست بيفرق يعني هنفترض أنه هو حوار إزاعي عادي جدا بس زي حوار الإزاع بيبقى حوار فردي أو سنائي أو بيبقى مجموعة اللي هو الطاولة المستديرة ويحب بيدير مجموعة من النقاش هو نفس القصة بس لو بصنا للبودكاست هنتلاقيه DIGITAL شوية طريقة الحوار بتختلف أن الموضوع بيبقى أبسط بيبقى النظام الفورمال اللي موجود في الإزاعي أو الحوار العادي بنتلاقيه أقل لسنة أقل بني أفكى شوية بالضبط كده طيب في سؤال مهم في النقطة دي هو ده منافس للإزاع فيما بعد ممكن الإزاع تتأثر بالموضوع الإزاع المعتادة اللي احنا عرفت قولاً واحداً ما فيش حاجة هتلغي حاجة لأن لو في حاجة كانت هتلغي حاجة كان التلفزيون لغى الراديو لكن بالضبط ده لي ناس وده لي ده لي مستخدمينه ده لي مستخدمينه أنا لو بتابع برنامج إزاعي على الراديو أكيد وانا قاعد سائق هتشغلوا مش هواستنى ان انا حملوا أو لو انا مثلاً متابع حاجة معينة لكن البودكاست بيبقى ديجيتل شوية زي ما قلت لحضرتك بتارجة فئة من الشباب لأن لو وصينا أن أعمار الناس اللي بتابع البودكاست هتلغمون 18 مثلاً ل35 سنة أغلب الشريحة السنية دي هي اللي بتابع البودكاست زي ما قلت حالك في تشابه كتير بينه وبين الإزاع بس هو زي ما قلنا الموضوع اللي تسن شوية خفيف و بنقدر نتحكم في احنا عزين نسمع إيه بالزبط في البيوت برضو يعني الستات تحب تسمع دايماً وهي في المطبخ بتسمع الراديو تقدر تسمع ده دلوقتي طبعاً وأقول لحضرتك على حاجة المنصات الديجيتل كمان ساعدت إن البودكاست يفيرل يعني دلوقتي عندنا كم منصة بتدعم البودكاست عندنا آي تيونز عندنا جوجل بودكاست ملايين كل يوم بيسمعوا البودكاست عليها عندنا زبوت فاي عندنا منصات كتير جداً لا دي نمازج للبودكاست طبعاً زي مننا المعروفين بريم فايب ومنصور طبعاً موضوع كمير سيد عبد رسالة والحسن عامل بودكاست عظيم عامل بودكاست عظيم بيستضيف فنانين ومشاهير وبيتكلموا في موضوعات حلوة جداً يعني ما يتزهقش منه فعلاً ما يتزهقش منه لا 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 ما يتزهقش منه المدة بتاعته المدة بتاعته حسب حوار الضيف بس زي ما قلت الحردك يعني فيه اعتاب مثلاً الناس اللي مش واخد على البودكاست قوي الضيف والمحاور بيندمجوا في قواة كتير بمعنى ايه؟ ان المحاور بيبقى ليه رأي عكس الازاعة التقليدية الازاعة التقليدية المفروض مقدم المرنامج مايقولش رأيه مثلاً يعني ان الابجاديات لا انا ممكن اشتبك مع الضيف اقول رأيه ووجهة نظري واسمع وجهة نظره وبنتكلم كده اللي هيشوفنا هيحس ان اتنين صحاب عادين بيكلمه هل ده اللي بيخلي الوقت طويل بتاع الحلقة ويخلي الموضوع اعمق شوي هو مش اعمق بس بيبقى اوضح ويحتوى يعني بودكاست بيشمل اي موضوع ممكن نتكلم في التعليم ممكن نتكلم في الصحة ممكن نتكلم في السياسة ممكن نتكلم في الاقتصاد بس طريقة التناول والمحاور بتفرق جداً في ان البودكاست يطلع بشكل ديجيال طيب انا دلوقتي مشاهد دلوقتي بفاتح بيتفرج علينا وبيسمع كلمة بودكاست انا بقى يعني اعمل ايه عشان يتابع البودكاست عشان يتابع وبعد كده هسأل حضرتك انا لو انا بقى هاوي حلو جدا وعاوز ادخل المجال ده نبدأ بالمستمع زي ما قلت لحضرتك في منصات كتير بتدعم البودكاست اولاً فيه بودكاست مجان وفيه بودكاست بسبسكريبشن او بفلوس زي بالزبط نيت فليكس والكلام ده باشتراك شهري بتبدأ تتابع برامج معينة طيب طلعنا من التصنيف ده في عندنا منصات مشهولة جداً زي ما قلت لحضرتك اي تيونز عندنا جوجل بودكاست عندنا النصة زي الباسس براوت ممكن ترفع عليها الساوند مرة واحدة وهي بتنشره لك على مصر مجرد ما ترفعها مرة واحدة هي بس لما بتنشره لك فبالتالي انت بتقدر تتابع على كذا منصة او كذا باللات فورم حتى الساوند كلاود الناس بتخط عليه بودكاست فالموضوع يعني بقى زمان مثلاً من سنتين ثلاثة كان الموضوع صعب دلوقتي موضوع انتاشر جداً ده غير طبعاً بخلاف قناوات اليوتيوب الشهيرة يعني انت لو كنابت بسة في اليوتيوب فصيرش اليوتيوب بودكاست قايمة طول يعني طيب قبل ما اطلع فاصل بوزئية بسيطة وقبل ما نرجع كمان لهواة بقى الناس اللي عايزة تخش في الموضوع بيحق المكاسب اقتصادية والله احنا هنتكلم في منصات بتدعم الربح زي اي تيونز وبيقى فيه اشتراك شهري بالمناسبة ويوتيوب بيبقى طبعاً فيه من الاعلانات وفي يوتيوب البريميام بيبقى فيه برضو بفلوس وفيه منصات انت بتحط عليها مثلاً لان انت بس للشهر اللي انت شهر فيه ده وفيه ده لكن هو في الاول والاخر المحتوى الاعلاني في العالم العربي ميز زي الاجنابي يعني حتى سعر عدد المشاهدات احنا هنا اقل جاء اقل عكس الولايات المتحدة مثلاً هل عشان احنا مثلاً بدقين بعضهم بكتير ولا هو ايه المشكلة لا عشان المعلنين هناك بيدفعوا اكتر تمام فاحنا مثلاً في مصر مبقاش الموضوع يعني مش يعني لو بتكلم في يوتيوبر امريكي مثلاً بيعمل مثلاً مليون مشاهدة مثلاً فممكن يتحسبوا عن مليون مشاهدة بألفين دولار او اكتر عندنا هنا المصري لو عمل مليون مشاهدة ممكن يسر رمضة خمسمة دولار بالجزئية دي اكيد طبعاً بتاخضع ليه الضبط معايير محددة هم اللي بيحطوها طيب احنا يعني قبل ما نطلع لفاصل بفس بفكر حضرك ان احنا نرجع نتكلم على لو انا هاوي حد يشايف صوتي كويس وعندي محتوى عايزة اقدمه اعمل ايه هنعمل روشتة سهلة فاصل قصير مشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن البودكاست اهلاً بحضراتكم لو انت غاوي او انت هاوي او عندك محتوى عايزة تقدمه للناس وتسمعك وتحقق ربح او مجرد الانتشار وعايز تنمي الحاجة اسمها بودكاست ده السؤال اللي هو اجيهه الضيفي اللي بيناورني في الاستوديو والاستاذ ماجد يحيى مقدم بودكاست هو منفذ ومنتج لعدد من البودكاستات على عدد من المنصات براحب بيك مرة ثانية ضيفي الكريم السلام انا راجل حاسس ان انا ينفع ابقى مزيعة راديو او عقاد محتوى ايه الشروط والخطوات اللي انا اقدر اعملها عشان اكون مقدم بودكاست او محتوى بودكاست خلينا نتفق ان الديجتال سهل على الناس كتير جدا انا دلوقتي لو زمان عايز اخش الازاعة همر باختبارات صعبة جدا وحضرتك طبعا ازاعة لامعة واكيد عددت بكمم باختبارات رهيبة دلوقتي من اول لما ظهر الديجتال ميديا لما الناس في قوضتها في القوضة اللي قادة فيها ممبايلها بقت الناس شوفها ملايين ده فتح الباب لناس كتير جدا رقم واحد انا مش محتاج اكتر من قوضة ان انا اطلع فيها انا قوضة بس بدكور بسيط جدا ان اطلع فيها ده لو هتكلم ع البودكاست الفردي او حتى السنائي السنائي ده بالمناسبة مش مزيع وضيف لأ دل اتنين ممكن اتنين صحاب وبيتنقشوف في قضية واحدة بتجمعهم اهتمام مشتركة بيتكلموا بيها كل انا عايزه قوضة كان زمان ممكن اقول لك جهز القوضة وعزلها وحط دلوقتي الزكاء الاصطناعي وفر علينا حاجات كتير بمعنى ايه انت بتجيب مايك حتى مش مايك غيري اوي ممكن يكون بألفين جنيه او تلات تلف جنيه وبتحط برامج معينة بتسطبها على اللاب توب بتاعك البرنامج نفسه بقى بيقوم بوظيفة عزل الصوت يعني حتى لو جنبك طبلة شوف رانا بقول لحضراتك طبلة جنب المايك زمان كان عزل الصوت ده اهم حاجة ده وبيتكلف مئات الالوف فانا راجل المنتج فانا كنت بشغال في ملايين وفيه استوديوهات بتتكلف ملايين دلوقتي الموضوع بقى ابسط من كده الزكاء الاصطناع زي ما قولت لحضرتك بيحسن طبقة صوتك كمان بيعزلك الضوضاء فانت للوقتي مش محتاج استوديو انت محتاج مكان بس صغير كده هتطلع بيه من بيتك تعرف تقدت في الصوت وده دلوقتي اليوتيوب خلى اي حد يعرف يعمل اي حاجة انت بس تكتب بس ازاي او حرر الصوت يعني الموضوع بقى ابسط منه مفيش ده خطوة اولى لو انت عايز تطلع صوت دلوقتي بقى في حاجة اسمها فيديو كاست طب انا عايز انا كده كده بسجل محتوي الصوتي طب انا عايز انقله كمان فيديو يبقى قل اتنين انا نزلته على محتويات الصوت وكمان رفعته على اليوتيوب عشان كمان ادعم الربح تمام كل اللي انت عايزه تحط الكاميرا قدامك بزاوية معينة حد يعمل لك السطب لأول مرة الإضاءة لأول مرة بس بعد كده انت هترك الكاميرا وخلاص على كده الموضوع حتى البودكاست نفوش منتاج كتير بمعنى ايه النوب في الغالب بيبقى وان تيك في الغالب يعني ده لانا كنت أسر الموضوع يعني بيبقى فيه سكريبت يعني الاتنين اللي بيكلمهم او اللي بيكلم بيبقى محدد هو هيكلم فيه ولا الموضوع بيبقى بمتها البساطة طبعا اي حاجة في الدنيا بيبقى فيها اعداد حتى لو طالع انا بودكاست فردي انا هحكي قصة فلازم ابقى عارف مفردات القصة المقدمة والمتن والخاتمة فانا حتى لو هرتجل بس برتجل في اطار علشان الناس ما تزهقش فانا لو طارت من الفكرة او ضعت من الفكرة اللي بيكلم فيها فالأول الاخر اللي اسمع البودكاست مش هتطلع فيها موضوع بقى لا يخلني نسأل حضرتك ايه اللي بيفرق بودكاست عن بودكاست تاني احنا بنعرف ان الازع يعني فيه صوت فيه محتوى فيه اداء ايه اللي بيفرق بقى حلو جدا لو منتكلم عن البودكاست الصوتي فلازم نبقى فاهمين ان طريقة القاءك وصوتك لازم ياخد ودن اللي قدامك انا مش شايفك بالظبط فلو مش عارف هسقط امتى واكلم امتى وقدي امتى بصوتي عشان اوصل لك الاحساس انا مش شايفك ده اللي هياخد هياخد انا دلوقتي مبصش لشكلك خالص لا انا مش شايفك بالظبط انا ببص لصوتك لكن لو واحد مثلا بيقى رسكريبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الودن بتلقط بالظبط انتهينا انا مش هكملك ومش هسمع لان انا في الاول الاخر القراءة السريعة ومفيش اداء ففي الاول الاخر ده ما اسمعه انا قدر اعمل ده طب انت بتديني ايه تاني حاجة المعلومة قوة المعلومة انت لو ما عندكش موضوع طالع تتكلم فيه فلازم تسأل نفسك هو حتى من الناحية التسويقية الوحدة انا طالع اقدم ايه موضوع المحتوى انا طالع اقدم ايه هنقش ايه حفيدي اللي بيسمعني ده هياخد من وقت مثلا تلت ساعة نص ساعة ساعة هقدم له ايه في الساعة دي ما انا لو ما خدتش المعلومة تدريجية من اول المقدمة للماتنة وقعتمش كده بتدريج لحد الخاتمة ما انا ممكن اعمل المقدمة قوية جدا وارفع سقفة محاطق وفي الاخر بعد المقدمة بدقتين اتلاقي ان انت ما عندكش حاجة تقدمها فمنطال بساطة هقفل البودكاست لو قلنا رشدتا سريعة للمستمع مستمع البودكاست يختاري ازاي او هو ده بترجع له عموما في الاخر واللي اللي عاوز يدخل مجال البودكاست طيب بالنسبة للمستمع هو بيصنى في الاهتمامات بتاعته حتى المنصات اللي بترفع بودكاست ببقسمة كاتيجري ايوة تعليمي فني اغاني رياضة فانت ممكن بمنطال البساطة من الهاشتاج او من الكاتيجري اللي انت عايزه تقدر تشوف البودكاست اللي يلقمك يلقم اهتماماتك ببنطال البساطة من ناحية التانية انا لو عايز ابدأ بودكاست زي ما قلت لحضرتك الموضوع بقى ابسط من البساطة مش محتاج تكلفة عالية محتاج قرار ان انا ابدأ لو اللي قدام خد قرار هيبدأ خلاص زي ما قلت قرار بس مبني على محتوى وعلى اداة وعايز اقول لحضرتك على حاجة عشان نكون منطقيين البداية دايما مفيش حد بيبدأ بيرفكت لازم مليون في المية ابدأ لو انت شاف عندك الموهبة وصدقني مع الوقت انت هتطور نفسك من تعليقات الناس هتطور من نفسك وكمان شوية شوية هتعمل دايرة مغلقة فالمحتوى بتاعك ايا كان ايه هو هيجزب الناس هيجزب الناس فيه تفاعل بيكون ما بين الناس يعني هو الاسف يعني وقتنا كان دايا او في الفقرة دي لكن حاولنا ان احنا نوري الناس ان فيه حاجة جديدة طبعها اسمها البودكاست بتنافس الازاعة وعلى يوتيوب بتنافس التلفزيون كمان لمحتوها وشريحة كبيرة جدا من الناس مهتمة من الموضوع دا انا بشكرك جدا في نهاية حلقتنا الاساس ماجد يحيى مقدم البودكاست وصنع المحتوى ومنافذ العديد من البودكاستات انا بشكر حضرتك وكانت جزير الشرف ان نكون مع حضرتك شكرا مشاهدينا بكرا ان شاء الله وقبل ساعة من دلوقات اللي نلقاء جديد مع التاسعة وتصبحوا على الف خير